حقق برومو فيلم تشارليز أنجلز أكتر من 9 ملايين مشاهدة منذ نشره على موقع ييتيب وده استعداداً لطرحي في دور العرض نوفمبر الجاي الجزء الجديد من الفيلم محل اهتمام الكثيرين حول العالم خاصةً أن جزءه الأول حقق نجاح مذهل بإرادات بلغة 264 مليون دولار واحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإرادات في عام 2000